مقطعنا اليوم من سلسلة تقييم قنوات بالنسبة الاشخاص اللي لا يعرفون الفكرة فيروحون يشوفون هذا المقطع ولكن بالنسبة الاشخاص الجديدين باختصار نجيب قنوات مشاهير ونسوي لها تقييم بطريقتنا طبعاً لستشوفوها بالحلقة وبالاخير سيطلع لنا رقم اللي هو تقييم القناة النهائي وبصفتك منو انت علمو انت تسوي تقييم اه.. اه.. انت قولي السؤال الثاني الالتزام اوكي انس واصالة من اكثر القنوات الالتزام باليوتيوب فنزلوا على قناتهم تقريباً اخر شهر عشر مقاطع هم بالعادة الصراحة ينزلون بشكل اكبر ولكن عشر مقاطع بثلاثين يوم تعتبر نسبة جيدة او يعني جميلة ولكنهم الافضل لانهم ينزلون مقطعين بيوم واحد او مقطع بيوم واحد وانهم ينزلون مقطع ويومين لا وبعدين مقطع وراء فبهذه النقطة الصراحة ان يستحقون من عشر سبعة بوينت خمسة وخليني انتقل للنقطة البعدها النقطة الثانية جودة المحتوى صراحة من ان ندر تلقي قنات بها هواي متابعين ويقدمون جودة المحتوى جداً عالية لكن انا تواصل لك كسرة وهذه القاعدة وكي بغض النظر عن المونتاج مهنتهم ليعتبر شوية ضعيف ولكن جودة المحتوى ليست مونتاج وانما الافكار الخرافية اللي قدموها والسيناريو الرهيب اللي تمشي بالحلقة المستحيل تحسب الملل وانت تشاهد اضافة الى جودة الكاميرا العالية وجودة الصوت فكلها مية المية والتوب بالتوب فبهذه النقطة بالتأكيد يستحقون من عشرة تسعة ويلا ننتقل للنقطة اللي بعدها النقطة الثالثة هل مناسب للاطفال او لا قناة انس واصالك قناة عائلية يعني اغلب متابعيهم يعتبرون صغار بالسن هذا يعني من المفروض ان يقدمون لهم محتوى جميل بدون شي غير لائق وصراحة المحتوى اللي قدم انس واصالك بالفترة الاخيرة يعتبر محتوى جدا جميل مناسب لكل ولكن بتاريخ انس واصالك كانك اشياء غير صح لمثل هو هذا المقلب الغريب وهذا المقلب الاغرب لصراحة غير مناسبة تماما للاطفال ولكن الصراحة انس واصالك حاتفين هذه المقاطع على قناتهم حاليا وهذا يعني النقطة جيدة انهم غير ما اعترفين حاليا بهذه المقاطع فيستحقون بهذه النقطة صراحة من عشرة ثمانية وبس خلننتقل للنقطة البعدة النقطة الرابعة حب المتابعين الانس واصالة راح نحكم بهذه النقطة عن طريقتين الطريقة الاولى اللي هي تكتبون بالكومنتات شكرا تحبوهم والنقطة الثانية عن طريق اللايكات والديسلايكات على مقاطعهم غالبا ما توصل مقاطعهم اللايكات تقريبا من 500 الف الى 750 الف اما الدسلايكات من 5000 الى 10 تلاث دسلايك فرح نجمع هذه المقاطع ونحطها بمعادلة بسيطة بالحاسبة رح يطلان انه 97 او 98 بالمية من اللي يشوفون مقاطع انس واصالة يعجبهم المقاطع ويحطون لايكات وهذا يعني انه بهذه النقطة يستحقون 9 من 10 النقطة الخامسة تنويع بالمحتوى قناة انس واصالة قناة فلوقات صحيح الافكار متنوعة كلش بالفلوقات ومرات ينزلون اشياء غير الفلوقات تحديات ولكن هايشياء شوية نادرة صراحة فالمحتوى الرئيسي هو بس الفلوقات والصراحة مالوهم انهما ميناء وعونوا بشكل كبير عن الفلوقات لانها شي ناجح تجيب لهم مشاهدات خرافية والله يوفقهم ولكن هذا الشوية رح يقلل من هذا التقييم فرح نطيهم 7 من 10 بهذه النقطة وحاليا وصلنا للنهاية حاليا رح نطي التقييم الاخير شلون اول شي رح نجمع هذول الارقام ونقسمهم على خمسة ويطلعنا الناتج النهائي اللي هو ثمانية بوينت واحد الف مبروك على هذا الرقم انس وصالح حاليا هما بالتوب وان شاء الله سنسوي تقييم القنوات العائلية الثانية على مودة نشوف منه افضل قناة عائلية جدتها تقييمي يعني وبس النهاية اشتركوا في القناة